بسم الله الرحمن الرحيم المثال الآخر الذي لدينا A tank of water إذن خزان ماء خزان ماء empty by graffiti through a seafone to allow our tank نقوم بتفريقه عن طريق خاصية السيفون بطريقة السيفون إلى خزان آخر منخفض The difference level is 6 متر الفرق بين المستوى سطحي هذا الخزان هو 6 متر مثل ما نشوف مستوى سطح الماء بالخزان الأول إلى مستوى سطح الماء بالخزان الثاني 6 متر The highest point of this seafone 2 متر أعلى نقطة في هذا السيفون مقدارها كان 2 متر عن سطح الماء 2 متر عن سطح الماء to the surface level The length of pipe from the inlet to the highest point 3 متر إذن طول الأنبوب من المدخل إلى أعلى نقطة من المدخل إلى أعلى نقطة 3 متر قطر هذا الأنبوب هو 30 ملي متر 30 ملي متر وطوله 11 متر من أقصد طوله من هذه المكان إلى هذا المكان طولة كله هذا الأنبوب 11 متر The fraction coefficient for the pipe is 0.006 إذن هو مطيني قيمة ال-F المن لهذا ال-pipe قيمة ال-F The inlet loss coefficient أيضا مطيني l-l-l-l-coefficient ال-K للدخول قيمتها 0.6 Find the volume flow rate أوجد مقدار التصريف and the pressure at the highest point in the pipe ومقدار الضغط في أعلى نقطة في هذا الأنبوب يعني في النقطة رقم 2 أوجد الضغط إضافة إلى التصريف لهذا الأنبوب خليني نجي نشوف شون طريقة الحل لهذا المثال أنا أعرفت إنه طول هذا الأنبوب كله 11 متر ال-F مالت هي 0.006 مثل ما تعلمنا خلال الفصل الثالث نستخدم ال-Bernoulli equation between two point خليني نشوف شون نستخدمها هسا خليني نبدي أولا أولا بين النقطة واحد وثلاثة بين النقطة واحد وثلاثة ومثل ما تعلمنا P1 over gamma V1 square over 2G زائد Z1 يساوي لك P3 عندنا نحكي بين النقطة واحد وثلاثة P3 على gamma V3 على 2G زائد Z3 زائد total head losses مقدار الخسائر الكلية الماينر والماجر الماينر لوسز والماجر لوسز خلي نشوف هسا هنانا الشي تمثل لهذا القيم هنانا مثل ما تعلمنا بالفصل الثالث هذا مفتوح للجو بالتالي هذه صارت صفر النقطة ثلاثة كذلك مفتوح للجو فهذه راحت أيضا هنانا ساكنة ما عندي سرعة في هذه المكان أيضا صار صفر كذلك في هذه النقطة كذلك أيضا صفر شنو اللي بقى عندي زت ون مستوى سطح الماء في الخزان الأول على مستوى سطح الماء في الخزان الثاني هي ستة متر ستة متر هنا الث هنانا ما أقضي هي الرفرنس مالتنا فبالتالي هذه صارت القيمة مالتها صفر بقى التوتال هيدلوس اللي عندي جميع الخسائر الماينور والميجر أصبحت قيمتها ستة متر ستة متر إذن الهيدلوس الخسائر تشمل هاي الهيدلوس شنو الخسائر بالقلة واحد زائد الخسائر بالإكزد زائد خسائر الأنبوب خسائر اللي بالأنبوب خلي نشوف هاي شون المثلها آني عرفت التوتال لوس هي قيمتها ستة متر فستة جاي من شنو خلي نشوف الانلت مثل ما تعلمنا هي حاصل ضرب الكي للانلت بالدخول مضروف في الفي سكوير اوبر توجي زائد الكي بالنسبة للإكزد في الفي سكوير على توجي زائد الخسائر بالبايت جاي منها صدر بالفركشن في الطول على الدياميتر في الفي سكوير اوبر توجي هاي مجموحة تساوي الخسائر الكلية واللي مقدارها جيد مقدارها ستة الكي بالإلة مطين نعم إلة لوس كوفيشن قايلك بوين ستة إذن بوين ستة في الفي سكوير على توجي بالإكزد دائما ناخذها في حالات الخروج الكي راح تكون قيمة مالتها واحد في مضروبة في في سكوير اوبر توجي زائد الاف هو مطين ياه بوينت او ستة طول هذا الأنبوب الكل داعش دايميتر مالتي عندي هو قايل لك الدايميتر مالتي تلاثين ملي متر تلاثين ملي متر فصارت عندي 0.03 0.03 حولها بدلالة المتر مضروف في الفي سكوير اوبر توجي من خلال هذه المعادلة الجيت استخرجت لأن الوحيدة هي السرعة هي المجهولة فبالتالي نستخرج قيمة السرعة تطلع لي 5.5 متر عندك سرعة معلومة وعندك دايميتر موجود للبايف أقدر أطلع لكيو نعم أقدر أطلع لكيو فبالتالي راح يصير لكيو وهي حاصل ضرب A في قيمة V V معلومة صارت 5.5 متر والأريا πاي أوبر 4 في 0.03 سكوير فيطلع لي مقدار الفلوريت مقدار 0.03 8 متر مكعب per second وهذا هو المطلب الأول هذا هو المطلب الأول لإيجاد المطلب الثاني اللي هو البرشر الضغط في أعلى نقطة من البايب الضغط في أعلى نقطة للبايب اللي هي نقطة رقم 2 ناخذ معادلة أيضا برنولي بين شنو هسا بين الواحد والاثنين بين هذه النقطة وهذه النقطة أيضا المعادلة معذتنا المعروفة المعادلة البرنولي أو الانرجي اكويجن نجي نحطها P1 غاما V1 سكوير أوفر 2 جزة 1 زاد B2 على غاما V2 سكوير 2 جزة زاد 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 مقدار الخسائر اللي عندي طبعا الخسائر هنا فقط من النقطة واحد أو من بداية الأنبوب إلى النقطة 2 من بداية الأنبوب مدخل الأنبوب هنا إلى النقطة رقم 2 إلى النقطة رقم 2 واللي هي المسافة قال لك هو قال لك المسافة مالتها 3 متر the length of pipe from the inlet to the أعلى نقطة هي 3 متر من الهنا هي 3 متر خلي نشوف بالنسبة للنقطة واحد مثل ما تعلمنا مفتوح الهواء للضغط الجوي فبالتالي هذه كانت صفر سكون ساكنة هذه المنطقة الـ هنا بداية الـ 0 هنا راح تكون الزت 1 أيضا صفر شا ساوي لك الضغط في الأنبوب في النقطة رقم 2 ما أعرف إيش قد فصارت P2 على γاما زائدا السرعة في النقطة رقم 2 على 2 G طبعا هنا السرعة هي نفس السرعة اللي يعدي هنا اللي هي نفسها 5 زائدا الزت والإليفايشن للنقطة رقم 2 اللي هي 2 متر زائدا total losses مقدار الخسائر اللي عندي زائدا total losses خلي أشوف الـ total losses اللي عدي هنا جاي من شنو شنو هنا جاي فقط الخسائر من المسافة هذه اللي هي 3 متر هاي واحد زائدا المدخل خسائر المدخل خسائر المدخل فبالتالي الـ H هنا عندي راح تكون بالإلة losses بالإلة زائد خسارة بالـ pipe طول الـ pipe اللي عندي اللي هي هن نشوف شون نحسب ها الـ H losses الآلة هي جاية من حاصل ضرب مثل ما تعلمنا K بالإلة في V square over توجي زائدا هنا مقدار اللوسز هذا ضربه في 3 على 11 ليش ضربه في 3 على 11 لأن هو نسبة هذا الأنبوب نسبة هذا الأنبوب من الخسائر يعني أنا ما أريد طولة كل للـ 11 متر لأني جاء أخذ شنو 3 من 11 في الخسائر ف3 على 11 في قيمة F في طولة الكلي طبعا هذا هنا طولة الكلي على D يعني أنا أريد أحسب فقط الخسائر من بدايته لحد النقطة رقم 2 اللي هي 3 من طول الأنبوب الكل 11 من طول الأنبوب الكل 11 فإذن هي 3 على 11 في قيمة اللوسز اللي عندي في قيمة اللوسز الكل اللي عندي اللي جاي من حاصل ضرب الفراكشن في طول L على D في قيمة V سكوار على 2 G زين هنا أنا أنا هذن القيم هنا راح أعوض هن V سرعة عندي اللي هي 5 5 5 الطول الكل عندي اللي معلوم V كل القيم هنا راح تكون معلومة فقط اللي هي total head loss أو الخسائر الكلية هي اللي راح تكون مجهولة وتطلع لقيمتها 0.92 متر 0.92 متر زين هذي وانا عوضها راح اجعوضها في معادلة الانيرجي اكويجين اللي هي بين نقطة 1 و 2 هذي المعادلة اللي صفت عندي بالتالي عندي قيمة ال HL وعندي قيمة ال V اللي هي تبقى نفسها مادة تتغير السرعة بالانبوب فقط فقط عندي شنو قيمة ال Pressure راح تكون مجهولة قيمة ال Pressure راح تكون مجهولة فبالتالي استخرج قيمة ال Pressure هنا وحط باقي المعاليم وفقط هي المجهولة هنا ما حطيت الرقم لا تتقدر انت تطلع شكرا جزيلا عزاء طلع